اشتركوا في القناة وتبعتوا الإجابة الصحيحة على الصورة أو البوستر اللي على صفحة القناة اللايب ستايل بقى قدي إحنا بنعمل حاجات وإحنا مش عارفين إذا كانت صح ولا غلط في حياتنا طبعا يعني لو فضلت أعمل العريضة بتاعة الأخطاء اللي بنعملها أو الحاجات الصحة اللي احنا بنعملها من غير ما نقصد مش عارف يعني بس هل مثلا إحنا ناكل في أي توقيت في اليوم ده صح ولا غلط ظروف شغلي ما بتسمح ليش إن أنا أكل في موعيد محددة ما بلاقيش الأكل الهلسي أو الصحي اللي ده كاترة بيقولون عليه وأنا بره فبضطر أكل أي حاجة في الشارع وخلاص كبات الشاي اللي تعدل الدماغ دي بعد الأكل ولا كبات النسكفي عشان أفوق وأعرف أشتغل هل دي صح ولا غلط دورينا بنسى أشرب مية طول اليوم ده برضو صح ولا غلط البنات بقى والسيدات الجميلات اللي ممكن تبقى حتى ميكب وتروح البيت مع التعب ووقف في المطبخ وفي الآخر أنام أنسى حتى أن أنا أخس الوشي ولا حط أي حاجة في وشي ولازم حاجات غالية يعني مركات ولا أقدر أعطني ببشرتي بحاجات بسيطة تبقى في متناول الكل حاولي نجاوب على كل الأسئلة دي عشان يبقى عندنا لايف ستايل سمحولي أن أنا أرحب بدافتنا دكتور مارينا بوليس أخصائية التغذية وتجميل البشر صباح الفل صباح الفل أهلا بيك من ورانا أهلا بيك يا دكتور مرسي أهلا بيك أري موضوع من كام يوم على خطورة الزبادي الصبح مثلا أنا حد يأكل زبادي على الريق ده ومدى خطورته ومش عارف إيه وعدت بقى أسمع حاجات كتيرة جدا باللمون زبادي باللمون لا ده زبادي بس كده لا ده تخيالي بس الزبادي بس على الريق ومدى خطورته أنا عادت أسمع كده كتير كتير أو أنا حاجة ما كنتش عارف كنت طول عمرنا الزبادي الله عزبادي ده حاجة جميلة فإيه الحاجات الغلط اللي إحنا بنكرارها الصبح لكن حدريك عايزة النهاردة تقول لنا بلاش تعمل كده طيب خلينا في الأول نتكلم عن إيه هي أصلا اللايف ستايل إيه هو تعريف اللايف ستايل قبل ما نتكلم على إيه هي العادات الصحة وإيه هي العادات الغلط إيه هي اللايف ستايل أو اسلوب الحياة الصحي المتوازن أوكي أول حاجة إنه لازم أقرر مع نفسي إنه أنا أصحح عاداتي وكون مقتنع بدا لأنها مش أكل هي مجموعة عادات نوم شرب مية شرب قهوة أو شيء زي ما قلتي مواعيد أكل نوعيات أكل الميكب ننم بي فهي لازم أقرر إني أنا هصحح عاداتي فأخذ القرار ده بس لازم أخده عن اقتناع مش إن أنا أخده كهومورك علشان أنا لو أخدته وأنا متضررة أنا مش هكمل حاسة أني حاجة مفروضة علي حاسة أني حاجة مفروضة علي وهومورك وزهقانة وحاسة أن أنا مش مبسوطة به اللايفستايل لما بتبقى صح وجراديولي ببدأ أحس إنه ده بيفرق معي في كل حاجة بقى في حياتي صحتي بشرتي شعري وكمان في تركيزي وأدائي في العمل هي كل حاجة هتنعكس على الأداء ده كله شكلي كمان حاسس إنه وزنه زاد شكلي إنه ممكن ما كنش أصدق إني أنا هعمل ضايد بس أنا واصل إني أنا أخدت القرار بإني أنا أخدت اللي استبس كلها الصح بالتدريج هلاقي نفسي كله تصحح معي وأهمهم صحتي وإن أنا بشرتي تفضل شباب على طول مش إنه أنا ممكن أبص ألاقي بنات في العشرينات وفي أوائل التلاتينات وبشرتهم بدأ يظهر عليها تجعيد والعكس ده ليه؟ ده لأنه العادات الصحية كلها غلط مش بس أكل كلها غلط بس طبعا أهمها الأكل أهمها الأكل إحنا عايزين نبتدي محرك بفترة الصبحية لوحد لسه نفتحينيه وخبط وشه كده بشوية مية وعايز يفتر يفتر إيه ويفتر إزاي والشكل يبقى عام إزاي يعني حاجات تبقى موجودة في البيت لكن حاجات صحية ولطيفة أول حاجة موضوع إنه الزبادي زي ما حضرتك قلت على الريق غلط لا هو مش غلط يعني هو ما فيهوش حاجة غلط هذا كاترة اللي أنا قرتلوم هما اللي قالوا غلط هو ما فيهوش حاجة غلط الزبادي بالعكس الزبادي من أكتر الحاجات الهالسي جدا بس أنا لو بكلم في فطار مثلا أفطر إيه الصبح أول لمصحة أفطر أي حاجة فيها بروتين لأنه دي من الحاجات اللي هضمها بطيء وبالتالي بتثبط لي معدل سكر الدم على مقداري اليوم فما بجعش بسرعة لكن حتة إني أنا أنزل الصبح من غير فطار ده غلط إنه أنا أعطي لي اليوم في شغلي على مشروبات لو بنتكلم بقى على العداد الغلط يعني مشروبات شاي وقهوة ونسكة فيه وعصائر وماية غزية والكلام ده كله بسكوتات لما نقوها وأنسة طول اليوم أكل فإذا طبق الفول ده بروتين ده حاجة كده زي الفول طبق الفول بيد الصبح الزبادي ما فيش مشكلة فيها بس لازم إني أنا أركز في البروتين في أكلي يعني طبع إحنا كان عندنا بالليل مثلا حد جايب لنا طبق بسبوسة وقمت الصبح أكل بسبوسة حاجة مسكرة جدا الصبح هيعمل إيه يعني إيه المشكلة إيه؟ جريما إيه ده بيقول حتة حاجة حلوة تديك تشوية طاقة عشان بس بسبوسة الصبح أول لما أكلتها عملت إيه؟ هتدخلك تولي اليوم في سايكل جوع صحيح ليه لأنه لما باكل حاجة فيها نشويات عالية أو فيها جلوكوز عالي في بداية اليوم دي بتعمل إيه؟ دي بتعليلي معدل سكر الدم في بداية اليوم كده إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما سكري يعلى الإنسولين يتفرز قدامه عشان يعمل لي منتين أو يزبط لي السكر تاني يقوم يحصل إيه؟ يقوم السكر يقل لي تاني في اللحظة دي أقوم أجوع تاني عندي هبوط يجيلي كريفنج يجيلي دايما إحساس بإني أنا عايز حاجة مسكرة أو عايز حاجة فيها نشويات صحيح علشان كده اللي بيبدأوا يومهم بالنشويات أو الحلويات أيا كانت ممكن في ناس تحب إنها الصبح بس ما تفترش بس تاخد نسكة فيه مع كيك أو أي حاجة من الحاجات المعجنات يعني ده أكبر غلط لأنه بيفضل طول اليوم مدخل نفسه في سايكل جوع وإنه لما هيحب ياكل في اللحظة دي مش هيكل الحاجة الهلسي لأ هيبقى عايز ياكل برضو حاجة ترجع تصبط للسكر تاني السكريات بتجيب سكريات والحاجة الحلوة بقى كيقول أفضل أنا معدتي ونفسي كده جازع عايز أخد حاجة حاجة بعد ما كنا أفضل نفسي في حاجة حلوة ولاي نفسينا بجد ممكن نبقى كلنا 3-4 حاجات في وقت واحد من كتر إحساس الهبوط زي ما حضرتك بتقول وملهاش لازمة هو الصح لو إحنا بنتكلم في إيه العادات الغلط وإيه العادات نصحها إزاي الغلط هو أني أنا أكل في أي وقت كمان طب أنا ظروفي صعبة دكتور يعني أنا موعيد شغلي متلخبطة وبعد في الشغل اليوم كله فيش حاجة متاحة جنبي ما فيش حد غير المحلات اللي أنا مش هروح أشتري كل يوم فراخمة شوية ومشوش أنا أكل بروتيني شبعني أتصرف إزاي الناس اللي الظروف وموعدهم متلخبطة لا عارف أخذ أكل في معايد محدد ولا عارف أكل إيه وأنا في الشارع تنصحيهم بإيه كش أقولك هو لو أنا قررت إنها لايف ستايل تمام يبقى أنا لازم أضبط كل العوامل دي بمعنى إيه بمعنى إنه كلنا بنشتغل تمام بس لازم إنه هكرر إني أنا أول حاجة أصبط مواعيد وجباتي حتة الناس اللي بتقعد طول اليوم في شغلها من غير أكل بتروح بالليل بتاكل وجبة واحدة في اليوم بس كبيرة أوي وغلط أوي نتيجة إنه جعان طول اليوم ما أكلش الناس دي بترجع تيجي تقول إيه أنا بدخن مع إني ما باكلش غير وجبة واحدة تمام فده غلط طيب لازم إني أنا أكرر وأركز أنا هاكل إيه إمتى حتى لو أنا في مدرستي في كليتي في شغلي صراحة أصبطها إيه هصحى الصبح هفطر قبل منزل مدرستي شغلي جمعيتي هفطر زي ما حضرتك قلت بقى فول قبل منزل هفطر إيه هفطر أي حاجة سهلة بالنسبة لي أكلها الصبح بسرعة ولنفطر بيطين مسلوئين والبيت ده من أكتر الحاجات اللي مش بيعة جدا تمام روش اللهها بالكوليسترول؟ لا المعلومة دي خلاصة عدت من زمان كل الريسر الجديدة هي بتقول إنه البيت مش بيعلي الكوليستيرول خالص هي الفكرة إنه من أكتر الحاجات اللي بتعلي الكوليستيرول هي الحاجات اللي إحنا مش مركزين فيها اللي هي الحلويات والنشويات كل الحاجات دي هي من أكتر الحاجات اللي تعليلي حاجتين هتعليلي سكر وهتعليلي الكوليستيرول في نفس الوقت بالنسبة للشوفان الصبح وأنا شوية في مؤكتين من المصريين يبتدوا حلو حلو ممكن أخذ كوباية لبن أو وحدة زبادي مع 3-4 معالق شوفان ممكن عليها شوية نطس مكسرات دي وجبة بس أنا أقول لها أريت معلومة الزبادي دي اللي أنا يعني أريتها وأريتها أكتر من مرة في أكتر من مكان لأن أنا قاعدت أدور وراها يعني إنه هي بيقال إن الزبادي الصبح بيسبب مشاكل مع جدار المعدة نفسه فده اللي أنا أريته لكن هو الزبادي نفسه قيمة كبيرة جدا بس بلاش عريق هو ما فيش مشكلة لو في حد هو أريدي تعبان شوية ممكن ياخدها بالليل أو ياخدها في وسط اليوم تمام لكن لو حد هو أريدي يعني ما عندهوش مشكل في الجهاز الهضمي وأخذها مش هيكون فيها مشكلة ولكن الزبادي من الوجبات اللي فيها فوايد كتيرة جدا طب دكتور في الفطار العيش الفينو يعني في الفطار حيك بتقولي أنا هحط أي حاجة كويسة بس هحطها في رغيف فينو وديني أكلت صندويت جا بصي هو يعني لو تحاولي إن إنتي يعني أو إن إحنا ننسى قصة العيش الفينو ده هننجح جدا طب يا دكتور ماشي مش إحنا هننجح جدا مش الجسم ده محتاج نشويات ما هو بص هو محتاج كاربوهيدريت تمام تمام كاربوهيدريت دي مش لازم إنها تكون موجودة في الدقيق الأبيض على فكرة هي الكاربوهيدريت دي موجودة في الشوفان اللي حضرتك لسه قيل عليه أوكي كاربوهيدريت موجودة في الفكهة موجودة في الخضار موجودة في السلطة دي كلها كاربوهيدريت إحنا ما نعرفش إن الحاجات دي فيها نسبة كاربوهيدريت لكن مش بالضرور إن الكاربوهيدريت تكون موجودة في البسبوثة وفي العيش وفي الحاجات الدقيق الأبيض كل ما إحنا عموما في حياتنا استبدلنا الحاجات المصنعة من الدقيق الأبيض والسكر كل ما ده كان أفضل لصحتنا أنا بتكلم على مداري اليوم مش بس فطار حتى العيش البلدي طيب حتى العيش البلدي عيش البلدي أوكي ما فيش مشكلة ولكن الكميات قدق يعني ما يعدش يضرف في الأكل أربع خمس رغيفة ويقولنا الحمد لله العيش البلدي ده جميع لا 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 لهو أخرنا يعني أخرنا نص رغيف عيش بلدي أخرنا؟ أخرنا نص رغيف عيش بلدي الفكرة في إيه الفكرة أنه الكلام ده لما بيتقال في الأول وحد لسه ما طبقوش بيبقى صعب قوي بيبقى حاسس أنه أنا هشبع إزاي الفكرة أنه أنا لو ركزت في حياتي أن أنا هعود بسلطة وبروتين على فكرة هشبع أحسن طقتي هتبقى أحسن لأن أنا مش هتعرض كل شوية لدروبات السكر والسكر يعلى لو يوطأ اللي أنا أضطر أن أنا أجوع فيها حروج بتأكد لنا على فكرة بداية اليوم إذا أنا ابتديت اليوم صح بأكلات معقولة أو بالطريقة اللي حروج بتقوليها ده هينتزم معي سكر الدم هيدي حضرتك شبع على الأقل لغاية فترة الصبق الظهر فما تحسش أنه كل شوية عايز تمد إيديك تاخد حاجة نقنق بقى دي المشكلة ممكن حد يكون بيأكل الثلاث واجبات إلى حد النصح بس عنده حتة النقنق دي دي بنسميها السعرات الضيعة اللي هي إيه اللي هي حضرتك مش حاسب إن أنا أكلت أصلا في حين إنه شوية الحاجات دي هي اللي تخنت أو هي اللي بوازت الدنيا كلها أنا كعينة قوي أنا دبنا أن أقت في الشغل اللي مش عارف إيه أستأذنك ناخد تليفون لحضرتك معنا ليديا من القاهرة سباح الفل أهلا بيك يا مدام نادية أزاك يا أستاذ ذهب أزاك يا أستاذ حق أهلا بحضرتك كل سنة وإنتوا طيبين منذ السعيد كنصة دي فيه شكري يا ربنا يجيبه كده وتزيده وتزيده يا رب شكرا مني أسأل حضرتك أنا عندي كولون لحسني أن الأكلك ما بقولش حبة خالص أه يعني أكل البتين الصبح الساعة 11-12 كده وعلى كده ما أقدرش أكل حاجة لو كنت حاجة ثانية أو حتة أو حتة لحمة ما كنت حاجة ثانية أي حاجة بتتعبني أي حاجة حتى اللحوم بتتعب حضرتك كل يعني حتة صغيرة بس بقبل الساعة خمسة لو كنت بعد ساعة خمسة ما نمشي خالص 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 بتغذي الأدوية بتاعت القولون أبنا أخذ الألاج ما فيش أي فايدة خالص خالص سلامتك سلامتك مدام نادي ألف سلام عليك اللي عندهم القولون يا دكتور يتعبون اللي عندهم القولون بالنسبة لمدام نادي أول حاجة إحنا لازم نرجع لدكتور الجهاز الهضمي بتاعها لأنها ممكن تكون عندها مشاكل في الجهاز الهضمي والقولون فهو لازم يكون بيتابع حالتها لكن لو هنتكلم على الأكل الصحي اللي هي المفروض تأكله هو كل الفكرة في أنه هي ما تكلش أصناف متضربة مع بعض في نفس التوقيت يعني أكتفي في نفس التوقيت بصنف أو صنفين بكتير لأنه من أكتر الحاجات اللي بتتعب القولون أني أنا آكل كذا صنف في نفس الوقت متنوع بقى ده في الأكل فدي حاجة مهمة جدا ثاني حاجة أنه هي بالنسبة لها لازم أن هي تطبخ الأكل بطريقة صحية بلاش المسبك وبلاش الدهون الكتير اللي في الأكل لأن دوت هيتعب القولون بتاعها جدا وبلاش السبايسي كتيرة أو التوابل الكتيرة في الأكل طول ما هي عندها مشاكل القولون والأحب الكبير لو هي تعشت خفيف جدا وانا افتارت كباية زبادي أو كباية لبل أو صامرة فاكها ده هيكون بالنسبة لها إنها يعني القولون يهدى شوية معاه لكن في الأول وفي الآخر كعلاج لازم ترجع لدكتور الجهاز الهضم ممارسة الرياضة يا دكتور يعني إحنا قدامنا للأسف دي أكده الحاجة ممارسة الرياضة وأهمية كلايف ستايل ممارسة الرياضة مهمة جدا ولكن لما بقول كده في بعض الناس كتير أنا عمدي شغل مش فاضية مش فاضية إن أنا ما فيش جمع قريب مني أو مش فاضية إن أنا أمشي كل يوم الكلام ده كله أنا بقول إنه أضع في الإيمان أمشي نس ساعة في اليوم طيب حد ممكن يقولي أنا بنزل للشغل برجع بالليل بابقى خلاص مش قادر أتحرك إن أنا ألبس وانزل تاني أمشي أنا عايز أقول إنه هقول يعني لو ما قدرناش نمشي أوكي وده أضع في الإيمان عايز أقول تمرين سهل قوي إحنا ممكن نعمله وإحنا قاعدين في مكاننا كدهوت في الشغل إيه هو إيه هو ده إحنا يريد كلنا نبقى نسرش عليه على يوتيوب علشان نشوف الفورمة المختلفة بتاعته هو اسمه أو التمرين التنفس تمرين التنفس ده وده بيعمل إيه تمرين التنفس ده هو إني أنا باخد دي بريث أو نفس عميق من الأنف عادي أوكي بس أنا باخد أملة به الرئتين وأنزل شوية أملة به كمان يعني زي ما أنا هعمل دلوقتي كده بس أنا أخدته هنا وبعدين نزلت به شوية تاني أنا بتكلم دلوقتي وأنا كانت منافسي على فكرة أوكي كده وبعدين أحاول أملة بقى البطني كده أنا كده بتكلم بس عشان أنا متعودة عليه وأنا لغاية بطني تمام وبعدين بكتمه على قد مقدر وبعدين أطلعه من الفن بالراحة كده ده كويس التمرين ده أعمله في البيت أعمله في الشغل وأنا قاعد وأنا واقف وأنا بمشي وأنا أي حاجة كمان إنه هو بيهد الأعصاب بس التمرين ده أعمله ثلاث مرات في اليوم بس في المرة ممكن أعمله مينمم عشر دقايق التمرين ده هيعمل إيه هو بيهد الأعصاب بس هو التمرين ده ليه فوائد تانية كثيرة جدا حتى في معدل حرق الدهون على فكرة الدهون وسبيشيلي دهون البطن هي سبعين لثمانين في المئة منها بيتحرق ويطلع في سورة تنفس في وقتين يا دكتور إنه إحنا بعد كده نعمل حلقة عن الرياضة وكمان إنه الرياضة تبقى لايف ستايل من يومي أنا بشكرة جدا نوردين للأسف وقتنا خلص دكتورة مارينا بوليس أخصيات التغذية وتجميل البشر ألف شكرا حضرتك شكرا لحضرتك وعلى وعد بلقاء تاني نكمل فيه كل الكلام الجميل والمفيد ده وقبل ما نختم الحلقة نجاوب بقى السؤال بتاع جبلة كنا بنسأل في أول الحلقة جبلة دي إهانة ولا مصدرها ولا بنوصف بيها بعض الناس ليه فهي المعنى بتاعها يعني لو قلنا كده إن فيه شركة بترول بتدور أو بتنقب على البترول في أرض جبلة أرض جبلة ما فيش يعني ينفع فيها التنقيب غير بمعدات تقيلة جدا يعني أرض صعبة قوي إن إحنا نحفر فيها فعشان كده الكلمة قالت على الناس زي ما البعض قال في التقرير اللي عملته ماروتيا الجلدهم تخين يعني ما بيحسوش قوي بتتقول الكلام يعني ولا بيأثر فيهم من هنا جات وصف جبلة من الأرض الصعبة التنقيب فيها إلا بمعدات كان فيه إجابات كثيرة صحة على فكر يعني كان إجابات كثيرة بعتلينا صحة نحن نبدو شكركم لتفاعلكم معنا دي حاجة جميلة إن شاء الله على وعد بقى بأسئلة تانية كتير وتقارير ماروتيا عملالنا إبداعات بنشكركم مرة تانية ونتقابل معاكم بكرة تسعة الصبح إن شاء الله على خير صباح الفول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة